طالما بتكلم على الإيمان كلمنا عن أنواع الإيمان بالزبط في الإيمان العقلي اللي مجرد أفكار تمام ده إيمان ميت لأنه ما بيعملش تأثير في حياتي وفي إيمان تاني نوع تاني اسمه الإيمان الشيطاني والناس تستغرب والشيطان عنده إيمان آه عنده إيمان بيؤمن أن الله موجود ما هوش ملحد على فكرة بيؤمن أنه فيه عقوبة ونشوف الآيات دي وندرسها مع بعض فقال الضغطة بتتكلم الآيات طبعا طبعا تمام وبيقشعر يعني بيتأثر فممكن الواحد يبقى عنده مشاعر وعنده حقائق لكن ما فيش حمل في بقى الإيمان الديناميكي أو الإيمان الحي ده اللي بيشمل الإرادة وده اللي بيغير الحياة أعايز بس أوضح أهمية الإيمان ده لأنه ده الحلقة اللي بتوصلني لله فلو الحلقة دي مش موصولة كل حاجة هتقع بس زي ما أؤكد مرة واثنين وحضرتك أكدت على الحقيقة دي إن الإيمان مش أعمى مش معميات ومش الإيمان إيه يسموها إيه جودوف جابس إيه جودوف جابس دي لما يكون حاجة مش عارف لها أقولك خدها بالإيمان لأ لأ ده الإيمان ده بيوضح الحقائق بيفهمني الحقائق والحقائق دي مبنية على كلمة الله ففي الشاشة اللي قدامنا بيتم خلاص الإنسان الخاطئ بوسطة الإيمان فشوف قد إيه هو مهم ده هو دي وسيلة الخلاص فلازم يخلي بالي منها وادرسها نعم والآية اللي موجودة في قفة 2 بالنعم أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد فهو مش أنا هبتدي أجاهد أجاهد فأوصل لله الإيمان المسيحي بيقول الله وصلي ما ده الفرق بين المسيحي وسائر الأديان بالزبط أنه في المسيحي الله هو اللي أخد المبادرة أنه يجل الإنسان بالزبط لأن أنا لو حاولت أوصل لله فيه جاب بيني وبينه فيه فجوة الفجوة دي أنا كل ما هحاول أوصل هقع في الخطيئة فمش أوصل فالحل أن الله القدوس ياخد جسد بلا خطيئة وبلا ملامة ويدفع تمن خطيئة ويعمل لي الكبر ده اللي أقدر أعدي عليه من موقعي لنا فيه وهو الخطيئة إلى موقع القدسة اللف الله وده يحصل بالإيمان بالثقة في حدث تاريخي مؤكد حصل لما بنكتب تاريخنا كل يوم بنؤكد ميلاد المسيح من واتفر التاريخ اللي احنا بنكتبه تمام فالإيمان هو وسيلة للخلاص كمان مش بس الإيمان وسيلة للخلاص ده الإيمان ده أنا بعيش به كل يوم فيجب على المؤمن أن يسير بالإيمان نحن نعيش بالإيمان لا بالعيان فيعني إيه يعني بالإيمان لا بالعيان يعني بثق في الله الغير منظور أنه بيقود حياتي ولازم أكون يعني مضابط الموجة بتاعتي عشان أسمع صوت الله في حياتي من خلال الكلمة المقدسة وأقدر أتقدم لأدام فالإيمان مهم جدا جدا عشان أنه مهم لازم نخلي بالنا من وجوده في حياتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر